شهدت العلاقات بين مصر وكينيا منذ عام 2014 تطوراً إيجابياً وتنامياً ملحوظاً على جميع الأصعيدة وقد انتهجت مصر مسارين في علاقتها مع كينيا المسار الأول هو العلاقات التنائية والزيرات المتبادلة التي تدعم التعاون بينهما أما المسار الثاني يتعلق بالتعاون في مجال المياه باعتباره ما دولتين همتين في مجموعة دول حوض النيل ترتبط مصر وكينيا بشريان واحد هو نهر النيل وتاريخ طويل من التعاون البناء يسعى خلاله البلدان لتحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما اعتماداً على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي المتميز العلاقات بين مصر وكينيا شهدت منذ تولي رئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في عام 2014 تطوراً إيجابياً وتنامياً ملحوظاً على جميع الأصعيدة فمصر انتهجت منذ ذلك الحين مصارين في علاقاتها مع كينيا فكانت العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة التي تدعم التعاون بينهما هي المصار الأول في هذه العلاقات أما المصار الثاني فيتعلق بالتعاون في مجال المياه باعتبارهما دولتين همتين في مجموعة دول حوض النيل ويعد التعاون الأمني بين مصر وكينيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من أهم مجالات التعاون بين البلدين كذلك تمثل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كينيا بعداً هاماً في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر نحو زيادة التعاون مع دول القارة الأفريقية فقامت مصر منذ عقود عديدة بتطوير الشراكة الاقتصادية مع كينيا سواء على المستوى الثنائية أو في إطار التجامعات الاقتصادية الإقليمية التي جمعت البلدين حيث شهدت تلك العلاقات تطوراً إيجابياً نتيجة عضوية البلدين في تجمع الكوميسة هذا وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 بنحو 53% من 100% مسجلة 635.8 مليون دولار مقابل 613.8 مليون دولار في عام 2019 كما ارتفع فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال عام 2020 من 237.6 مليون دولار إلى 261.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.9 من 10% هذا ويبذل البلدان جهوداً مشتركة من أجل تعزيز التعاون في المجال الصناعي خاصة في القطاعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكينية